شهد الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين اوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو الفين اربعة وعشرين وذلك بحضور الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة واسرهم وقام الفريق اول عبد المجيد سقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحيه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في اداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والقى اقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما قدمتهم من مختلف اوجه الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم وحرصها على توفير كافة الامكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة مؤكدا ان القوات المسلحة ستظل دائما المدرسة العليا للوطنية وميدانا لتضحية والعطاء من اجل الوطن والقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين اوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل امانة واخلاص وتفان في اداء المهام المكلفين بها مشيدا بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها وحرصهم الدائم على الوصول بها الى اعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية كما اكد على ان القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل ووجه القائد العام للقوات المسلحة في ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين تقديرا لما تحمله من مسئولية اجتماعية كبرى في اعداد اجيال من ابناء مصر قادرة على البذل والعطاء